السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيادكم من سنة تانية. رب تكونوا بخير. معكم زمرتكم على اشرف من الفرقة التالتة. والنهار ده هنتكلم مع بعض عن موضوع اخذنا في التوتوريانات اللي فات ايه هي الميجور المنت وعرفنا ان هي تبقى موجودة في الجسم بكمية كبيرة يعني بالجرامات. النهار ده هناخد تتبقى موجودة في اه في الجسم بكمية صغيرة يعني بالميلي جرامز. قبل ما نبدأ نتعزاملنا يا ربنا يرحمهم يا رب ويغفروا لهم ويسكنهم فسيحة الجنات ويرزقهم الفردوس الاعلى. بسم الله ينبتدى. الله مفتح لنا فاتروح العارفين فتحا يزهرنا اتساعه. النهار ده هنتكلم عن او من اسمها يعني موجودة في جسمي بكميات صغيرة يعني بالميلي جرامز الكل كيلو جرام. قالك بديت انت بتطلبها في يومك بنسبة اقل من ميت ميلي جرام في اليوم. يعني انت احتياجك لها في اليوم اقل من ميت ميلي جرام. هلنا ديت بتشمل اه تلاتة سي اتنين ام اتنين اي اف السكمناها في سيلين عندها انفلونزا وبتزن. فمامتها قالت لها قومي. سيلين سيلينيوم عندها انفلونزا فلو فلورايد وبتزن الزنك. ومامتها قالت لها قومي. سي او اما اي. بسم الله الرحمن الرحيم. سي او اما اي. تلاتة سي او. هي عبدارة عن كوبر كوبلت كروميوم. والام اتنين منجانيز مولوبيدينيوم. واتنين اي ايرن وايودايد. تمام? طيب. بعد كده اول حاجة هنتكلم فيها عن الحديد او الايرن. وهنعرف ايه هي المصادر وايه هي وازاي طريقة امتصاصه وازاي هيوصل للدم ويتوزع على انسيج الجسر المختلفة. ولو فيه سيادة ازاي هتخرج. وانا مطلوب اخذ قد ايه في اليوم. والخلل لو زاد عن الحد هيعمل هيموكروماتوسيس. ولو قال عن الحد هيعمل عندي ايرنفشانسي انيمية. بعد كده اول حاجة هنبدأ بها استورسيز. انا الحديد قلنا موجود عندنا في مصادر حيوانية ومصادر نباتية. قال لك اي حد يبقى عند رقصة حديد يقول له كل سبانخ وكبده. فديه الكبده مصادر حيوانية والسبانخ مصادر النباتية. مسلا عندي مصادر حيوانية زي اي بقى كبدة كبدة قلب وطحال لحمة صفار بيت اي حاجة. دي بتكون دي الايرن. اما بقى بعد كده اللي هي عصير القصب والسكر القصب والبلح والبكوليات والخضروات والحبوب والحاجات دي بتكون دي. واحنا ناخد بلنا في اللي دي ان ما يجيلي مصادر حيواني مع مصادر نباتية في الاختيارات هاختار المصدر الحيواني لان هو بيكون وهو افضل للحصول على الحديد. بعد كده نتكلم على الابسور بشان انا دلوقتي كلت حتة الحديد في اللحمة. حتة اللحمة اللي انا كلتها ايه هتبدأ انها تمشي وتنسي اللحد الاستومك. انا دلوقتي هسأل نفسي سؤال اه وانا محتاج ايه من حتة من الحديد اللي موجود في اللحمة ديت? هقول لك ان انا محتاج من حوالي عشرة لخمستاشر ميلي جرام. ايه ده يعني كمية الحديد الموجودة في حتة اللحمة اللي انا كلتها دي كلها مش هيتم ممتصصها. قال لك ايه بالضبط كده. مش هيتم ممتصص غير من خمسة لخمستاشر في المية بس من 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 حديد الموجود في كتعة اللحمة ديت. طب الباقي هيروح فين? قال لك الباقي هيكون هيكون غير ممتص ومش هيوصل للدم. ويبدأ ان هو يمشي فيه الامعاء ويكمل طريقه لحد ما يوزن ليه اللسطول. فان اكبر كمية من الحديد عندي بتخرج عن طريق مين؟ عن طريق. طيب بيقول لك اه احنا عندنا من الحديد نوعين من الحديد. عندنا حديد بيكون ف اي موجب وف اي موجب تلاتة. ف اي موجب اتنين وف اي موجب تلاتة. الموجب اتنين دي شبه الاس فقلنا ده عبارة عن فرس. اما اما بتكون شبه السي وحطينا العشرطة فهي بتكون فرك. فرك. تمام? طيب. وليه في موجب تلاتة؟ عارفنا عنها هي بتبقى موجودة في الاكل. وهي دية الفورم بتاع التخزين او النقل ان هو يمشي في الدم. طيب اما الاف اي موجب اتنين قلنا بتاعتها ان هي بتعمل ايه بتعدي الممبرين. تعدي الممبرين. الموجب اتنين يعدي الممبرين. موجب تلاتة يتخزن او يمشي فيه الدم ويروح لقنسجة الجسم المختلفة. طيب دلوقتي انا اكلت حتة اللحمة. فالاكل بيبقى في موجب تلاتة. الاكل فرق. الاكل فرق. طب الاف اي موجب تلاتة ده. قالك اه عشان اه الخلية تعمل له انتصاص. لازم يعدي الممبرين. اللي هو الممبرين ده. اللي هو الممبرين ده. فانا لازم من لها يعدي الممبرين. في موجب تلاتة مش هيقدر يعدي. فالموجب اتنين هو اللي بيعدي الممبرين. فلازم احاولي الموجب تلاتة اللي كان في موجوب في الاكل بتاعي الى موجب اتنين. فده في الحالة دي هنستخدم حاجة اسمها الاسكوربيك اسد او اللي هو فيتامين سي يعني. والسيستايين. الاسكوربك اسد او فيتامين سي والسيستايين. تمام? هتبدأ ان دي عبارة عن هتحاول الموجب تلاتة الى موجب اتنين. بدل ما كنت فقدة الكترونين. تلات الكترونات هبقى فقدة الكترونين بس. عشان جده قلت عليه يعني بتعمل اختزال. الموجب اتنين بدأ ان هو يدخل الخلية. بس هو مش هيدخل كده وخلاص. قالك في بوابة هيدخل منها. البوابة دي سميناها يعني تناء التكافؤ وميتل يعني معدن يعني آآ ناقل يعني البوابة اللي بتنقل المعدن سناء التكافؤ اللي هو اف اي موجب اتنين. الاف اي موجب اتنين بعد ما دخل الخلية بدأ آآ دخل الخلية قاعد محتاس. هو ده ما هوش ده الحالة من الحديد اللي بيتم تخزينها. الخلية عايز تخزين الحديد اللي دخلها دلوقتي. فالاف اي موجب اتنين ده مش بيتخزن. يقول لا انا مش بتاع تخزين والله انا ما بتاع تخزين. قالت له خلاص يتحول لخوك اللي هو اف اي موجب تلاتة. الفي موجب تلاتة مش بيتخزن كده الواحد ولازم يمسك فيه بروتين. هيمسك في بروتين اسمه الايبو في الريتين. هيمسك في بروتين اسمه الايبو في الريتين. الايبو في الريتين مع الفي موجب تلاتة يتخزن في صورة في الريتين. يتخزن في صورة ايه? يتخزن في صورة في الريتين. طيب دلوقتي فيه برة خلية بحاجة زي الكبد مسلا او العضلات عملت نادي انا عايزة حديد الحقن بسرعة انا عايزة حديد. دلوقتي تقوم الخالية اللي هي الابسيليل السلزي دهية تعمل ايه تقوم اه مفكة الفريتين اللي جواها دوت اللي هو كان فيه اف ايموجاب 3 تقوم فكة ومحاولها الى اف ايموجاب 2 وتقومه عدياء الممبرين تمام يبقى احنا اخد بالنا الاف الريتين كان متخزن فيه الحديد على ايه في حقيقة اف ايموجاب 3 عشان يعد الممبرين ويخرج للدم لازم الخالية تحوله الى اف ايموجاب 2 فالاف ايموجاب 2 هيبدأ ان هو يخرج ويوصل للدم اف ايموجاب 2 قاعد محتاز في الدم انا كل دوري اعد الممبرين اللي جابني هنا من اللي هيمشي في الدم او بيحب يركب العربيات الاف ايموجاب 3 طب عشان نحاول ايف ايموجاب 2 الى ايف ايموجاب 3 محتاجين مادة تعمل يعني مادة تعمل اكسادة المادة اللي هتعمل اكسادة عندي هتخلي الاف ايموجاب 2 يفقد الكترون فبدل ما كان فاقد اتنين هيبقى فاقد 3 فيتحول للموجاب 2 الى موجاب 3 فالمادة دي عبارة عن السيريولوبلازمين Pandita السيريولوبلازمين ديت عبارة عن بروتين البروتين ده بيدخل في تركيبه الكوبر والكوبر ده حرامي بيسرق الالكترونات فيسرق الالكترون من موجاب 2 يحاوله الى ايف ايموجاب 3 بعد كده ايف ايموجاب 3 يركب على العربية والعربية دي هنسميها عربية الترانس فرين دي شايدة الحديد من الموجب تلاتة تبدأ ان هي تودية الانسجة الجسم المختلفة تودية للليفر تودية للبول مرة وتودية للعضلات ايا كان. تمام? طيب. بعد كده نبدأ نقرأ آآ قالك قالك آآ في الضيط بتاعك لازم يحتوي احنا بنحتاج من 10-15 ميلي جرام من قالك فقط 5-15% بس هما اللي بيحصلوهم امتصاص. وبيحصلوهم امتصاص من قاني الجزء قالك اه خد بالك بيحصل الامتصاص من الديودينام والبروكسيما البارت من الجيوجنم. لو تلاحز في الصورة هنا كنا نعملين العاملية كلها هنا في الجزء اللي بعد المعدة على طول. ليه? لان الحديد بيكون عنصر تقيل بيبقى ماسك في الالي داخل معاه بشكل قوي جدا. فمحتاج حمض عشان يفككه ويتم امتصاصه عن طريق الخلايا. فاحنا بنختار اقرب حتة قريبة من الحمض بتاع المعدة اللي هي عبارة عن الديودينام والأبر بارت من الجيوجنم. طيب. بعد كده قالك الابزوربشن بيتأثر باربع حاجات. اول حاجة حالة الايرن. الايرن قلنا الدياتري ايرن انت بتاكله وبيبقى في الحالة لفرك. وعشان يتم امتصاصه بتحتاج ريديوسنج سبستان. ستحوله من اف اي موجة بتلاتة ل اف موجة باتنين يعدي وهو ده او من الحديد. لانه بيكون طيب قلنا بعد كده ممكن عامل السوريابيرت بتاعت الحديد يؤثر على عملية الامتصاص. هيؤثر ازاي? قالك لازم الحديد يكون دايب في الديودينام. يكون دايب ويقدر ان هو مش مسك مسلا في اي يكون هو كده دايب لوحده. هو ايون لوحده كده ايه والخلية تبدأ ان هي تدخله عن طريق البوابة لها. لكن لو في مادة راحها تمسكت فيه وعمل كومباوند مش هيقدر يدخل الخلية وهتقلم من امتصاصه. المواد اللي ممكن تقلم من امتصاصه ديت زي ايه? قالك زي الفايتات والفوسفيت والاوكزاليت. والان ابزور بالفاتي اسد. فايتات اوكزاليت والفوسفيت والان ابزور بالفاتي اسد. وبرضو قال لك لو البيئة كانت يعني البي اتش فيها عاري فما فيش حمض كافي انه هو يفكك الحديد من اللي ماسك فيها هيبدأ ان هو يخرج من غير ما يحصل له امتصاص. تمام? هيقلل امتصاصه. قال لك فعندنا الحاجات ديت. آآ نظرا للحاجات ديت اللي بتقلل امتصاص الحديد بيقول لك ان الانيمال تشو اللي هو اللي انت بتاخده من المصدر الحيواني زي الكبد زي الكلا زي القلب زي صفر البيت زي الحاجات ديت بتكون عن لان المصدر الحديد اللي جاي من المصدر الحيواني بيكون دوبانيته اكتر. تمام? فقدم دوبانيته اكتر يبقى عارف ان هو ينتصب بشكل اكبر. فاحنا انيمال فيها ام يبقى مور فيها ام يبقى الانيمال هو اللي مور. طيب بعد كده عملية المصدر بتأثر على كمية الايرن انت وكيلها الانجست ايرن. لك كل ما كالت كمية ايرن كبيرة كل ما هيتم مصدر كمية اكبر وعلى العكس كل ما كالت كمية اكل في ايرن قليل هتمتصت كمية قليلة. بعد كده رابع حاجة الكوبر. الكوبر هيأصل على المصدر ازاي? وارتلك ان انا عندي الكوبر وهو اللي بيساعد عندي في عملية بتاعة الحديد من ويحولوا ليه الفرك ازاي? لكن انا عندي اصلا الحديد اللي تم امتصاصه من ودخلناه الدم كان في الفرس وده مش بيمشي في البلازمة ولا بيتنيل على العربيات. فكان لازم احنا نعمل بشكل رابد ليه ونحمله على عربية فاللي هيعمل عملية دي بده اسمها السيريو بلازمين. وده عبارة عن بروتين اه بيحتوي على كوبر. والكوبر هو حرام الالكترون اللي هيحول الحديد من اف اي موجب. اه من اف اي موجب الاتنين الى اف اي موجب تلاتة. طيب بعد كده اتكلمنا عن حاجة اسمها الميكوزة البلوك. الميكوزة البلوك سيري دي بتقول ايه? بتقول ان كل المخازن كانت كتيرة هيحصل عندي بلوك للأبزوربشن بتاع الحديد. يعني ايه الكلام ده? يعني دلوقتي متخزن عندي كمية كبيرة من الحديد في الكبد. وفي المسلا اللي هي العضلات والبون مارو والحاجات دي كلها. فتقوم الخلايا تقوم ايه لباس انا ما عدتش منتصة حديد. انا عندي مخزن كافي. فدي الحالة دي بقول عليها يعني بتاعت الانتستن هتعمل بلوك للأبزوربشن. تمام? طيب. فهو انا بيقول لك اهو عملت بتاعت بتتنفس بواسطة الانتصين الابسيريال سيلز. الانتصين الابسيريال سيلز هي اللي بتحس بزيادة ونقص الحديد. لو في زيادة في الحديد والايرن بيكون بشكل كافي هيبدأ يقل. على العكس لو بتاعت الجسم وخلصت هيزيد. لان انا ما عنديش مخزون كفاية في جسمي. تمام? طيب بعد كده بدأ ان هو يقول لك. بيقول لك قلني الفرس نوت الفرق هو اللي بيحصل له. قلنا الفرس هو اللي هيعدد وهو اللي هيحصل له اما الفرق لأ الفرق تغزين او يتنقل في الدم يروح لانسكة الجسم المختلفة. بس مش اكتر. خطوات عملية الانتصاص بدأ يقول لك لانا كان عندي الحديد في الفرق اللي انا كلته. بعد كده حوالناه الى فرس بوصلة بعد كده ام ماشي ومعدي خلال عن طريق بوابة اسمها اه بعد كده الفرس دهوت لما دخل الخلية قعد محتاس اه وقلد انا مش انا مش شكل التخزين. لا فلازم اتحول الاخوية اللي هو 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 اللي هيتحول هو اللي هيتخزن. تمام? فهيتخزن على هيئة ايه? على هيئة فرتين. يبقى من الحديد هو مين? هو الفرتين. هو ده اللي هيبدأ يتخزن الحديد هيتخزن على هيئة فرتين. بعد كده اه لو انا عايزة مثلا في خلايا محتاجة مثلا حاجة زي الكابت حاجة زي العظم والحاجات دي محتاج حديد. يبدأ ان هو هينادي على ابيسينيان سيلس. هتخليها تطلع موضوع الحديد اللي عندها دوت. ويتوصلوا ليه الدم. بس الحديد متخزن على هيئة فرتين اف اي موجب تلاتة. فعشان اوصله للدم واعدل من محتاجة احوله الى موجب اتنين. بعد ما حولت اول موجب اتنين ووصل للدم. قال لك الموجب اتنين ده مهوش هو اللي بتنين على العربيات. فلازم احولي اول موجب تلاتة. فمحتاج مادة تعمله اكسيديسيشن. يعني مادة اكسيدو. تحولي اول موجب اتنين الى موجب تلاتة. بدل ما كان فقط اتنين تحوله ويكون فقط تلات الكترونات. تمام? والمادة دي عبارة عن السيريوب لازمين. المادة دي بتحتوي على هو اللي هيسرق الكترون ويعمل اكسادة. بعد كده اتكلمنا على بتاع الحديد. قلنا عملية توزيع الحديد بيتم ازاي? قال لك ان انا عندي فيه نوعين من الحديد. فيه نوع فانكشنل. يعني هو ده اللي بيقوم بالوظائف. ونوع نام فانكشنل ده مش بيقوم بوظيفة ده مجرب بس ينقل او يخزن الحديد. تمام? طب الفانكشنل هو الكمية الكبيرة بيمثل خمسة سبعين في المية. والنون فانكشنل ده بيمثل خمسة عشرين في المية. تمام? قالك التوتل ايرن اللي موجود في جسمي اصلا بيكون كله اربعة جرام. فعشان كده لو بتبص في التوتوريان اللي فات كنا بنقول ان الحديد ممكن نعتبره من كبيرة بالجرامات. بيبقى حوالي اربع جرام. قلنا ايرن اربع حروف. فبالتالي هو موجود في الجسم بكمية اربعة جرام. تعب اما نشوف كل شكل من من الايرن سواء فانكشنل او نان فانكشنل امثلته ايه? عندك مثلا الفانكشنل ده بيقى موجود بكمية اكبر خمسة وسبعين في المية ومسؤولة عن مسؤولة عن اداء الوظائف في الخلايا بتاعت جسمنا. اما النان فانكشنل ده مش بيقوم بوظيفة وده نان هيم متالو بروتين. تمام? لا يبقى ايه? نان هيم متالو بروتين. طب تعب ما نشوف كده على الفانكشنل. الفانكشنل ده اللي بيقوم بوظيفة. قالك حاجة اكتر حاجة في جسمنا اصلا هي الدم. فالاربسيز دي بيبقى جواه هيموجلوبين. فبالتالي الحديد اللي دخل في هيموجلوبين ده اكبر كمية. اكبر كمية او المين فورم من الايرد بيكون بيمثل في جسمنا ايه? بيمثل في جسمنا الهيموجلوبين. بنسبة السبعة وستين في المية. قالك ده الهيموجلوبين وظيفته ان هو بيروح على التشوز وبينظفها من السي اوتو الموجود فيها ويديها الاكسوجين عشان تتنفس بيه. المايجلوبين بقى وده بيبقى شبه الهيموجلوبين كده. بس ده بقى بيبقى مقاعد في العضلات وبيمدها برضو بالاكسوجين. طيب الثالث حاجة الانزيم تبقى موجودة على الميتوكندريا على المبريم بتاع الميتوكندريا علشان تخلي الميتوكندريا تنتج ايتي بي وتحاول النادو الفدء الى ايتي بي. وتعمل الانزيم بتنطط الالكترونات بينها. الانزيم دي بيدخل في تركبها الحديد. زي ايه الانزيم دي? زي السيتوكروم السيتوكروم اكسايداز والكتالاز والبروكسايداز والتروبتوفان بيروليز. تمام كده? طيب يبقى الهيموجلوبين والمايجلوبين والسبياتر انزيم دي حاجات بتقوم بوظيفة. بتمد الخليعة باكسوجين. اه تساعدها انها تنتج ايتي بي تساعدها انها تتنفس. اه وهكزا. اما ده حاجات اه زي ترانسفرين. ترانسفرين ده كان مجرد ان هو ترانسبورتر للايرن في البلاد بلازما. مجرد ان هو ناقل للحديد في البلازما. حاجة زي الفريتين. الفريتين ده اه ده عبارة عن يعني عبارة عن المغزون الرئيسي للحديد. المغزون رئيسي للحديد في التشز هو مين هو الفريتين? طيب. لكن كمان الفريتين ده عبارة عن المغزون من الحديد. سواء بقى في اي حتة في الجسم. سواء او كادني او سبيرين او بون مارو او انتستينا ميكوزل سيل. قالك الفريتين ده شكله بيبقى عبارة عن شبق يعني بيكون بيضوي الشكل كده. آآ بيتكون من ايه? بيتكون من بروتين وحديد. البروتين ده هو اسمه الايبو في الريتين. ايبو في الريتين. والحديد اللي عليه مغلفه بيكون فهيئة آآ الحديد اللي هو ف اي او او اتش تمام? طيب. بعد كده آآ في نوع تالت من اللي هو الهيموسيدرين. ده هو برضو بيكون آآ شكل من اشكال تخزين الحديد. بس في حالة من الحديد. يعني الحديد موجوز في جسم كمية كبيرة جدا. فيبدأ انه يتخزن على هيئة اما التخزين بشكل هو الفريتين. تمام? طيب. بعد كده اللي بيقولك الهيموسيدرين ده بيكون شبه الفريتين في بتاعه. ولكن يحتوي على خمسة وتلاتين في المية بس من من تركيبه حديد. بيقولك ان احنا عندنا ده الهيموسيدرين خمسة وتلاتين في المية من تركيبه حديد. هو شبه الفريتين. بس الفريتين تلاتين وتلاتة وعشرين في المية بس من تركيبه هو الحديد. تمام? ده وده بس الهيموسيدرين في حالة في حالة الزيادة او الفائد عن حكتي. تمام? اما هو الفريتين. طيب. بعد كده اه اتكلمنا عن ان ممكن تحصل في حالة يعني ممكن ان انا مسلا ما متصدتش بشكل كويس او انا مخدتش بشكل كويس في اكلي. او اه في مشكلة ان انا عمالة افقد افقد الدم كتير وبالتالي ان بافقد الحديد كتير في الدم. تمام? ففي الحالة دي هيحصل عندي في شانسي انيمية. اما لو الحديد زيادة عن حكتي وعمالة يترصف في الانسجة المختلفة هيعمل عندي حاجة اسمها هيموسيدوريوز او هيموسيدوريوز اول حاجة معي قالك امتى الحديد يقل في جسمي? قالك الحديد هيقل في جسمك لما انت ما تدخلهش كويس فمن حيس ان انت مسلا عمال ما بتاكلش لحوم كتير او مصادر حيوانية كتير لان احنا قلنا المصادر الحيوانية هي اللي بتكون مصدر كويس جدا جدا للحديد. اما وعمالت اقول بقى ايه سيريالز وحبوب وخضرات وحاجات من دي. طيب او ممكن اه انت كالت كويس اه بس ما حصلش ابزوربش عن الحديد اللي انت كالته. في حالات ايه? في حالات الشخص ده عمالي يسهل او مفيش اه او مفيش حمض كويس عشان يفك الحديد من اللي انت واكله. او في حالة الاستياتورية. يعني عندي فيه انسط يوريت فاتي اسد ايه فان ابزوربابول فاتي اسد موجودة فبتروح تمسك في الحديد واتخرجه. ما بتخلوش يحصل له عملية امتصاص. او الشخص ده عامل عملية لسه قريب في المعدة او شايل جزء من فما بيحصلش عملية امتصاص. او اه عنده مشاكل في اول ما يكون زلسل مثلا البوابات اللي عليها بايزة وهكذا. طيب. قال لك ممكن انت كالت كويس وحصل عملية الانتصاص. بس اه والحديد وصل للدم عادي. بس انت عمل تنزف دم كتير. فيها للبلود. طيب بيقول لك ان احنا عندنا الانتشانسي انيميا دهيت بتكون نوع من انواع طيب. يعني ايه يعني الخلية اه قصد كرة الدم الحمرة اللي هي ديت عملت كش وتصغر في الحجم نتيجة كمية الهيموجلوبين اللي جواها قليلة نتيجة نقص الحديد. وكمان ادام الهيموجلوبين قليل فبيبقى لونها فاتح فبقول عليها مايكروستيك انيميا. تمام? طيب. بيقول لك لو 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 انت بتمتص بشكل كويس الحديد الابزوربشن بيكون اديكوت. فاعرف ان اا 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 ادلي انتك من الفرة الصالفات بيكون بيكون ساتسفاكتوري. بانت كمية الحديد اللي انت بدخلها جسمك بتكون كويسة. بعد كده بيقول لك الانترا موسكورر جنكشن في البيشنت. وهو كانت طول ريت الابزورب الاورال ايرن. بيقول لك لو انت عندك مشكلة في الحديد اللي انت بتاخده بشكل عن طريق الفم سواء بقى في اكلك او او حبوب او الراس يعني اه هتبدأ ان احنا نديك عبارة عن حقوقنا عدلة اه عشان نوصل للدم على طول من غير بقى ما يمشي في المعدة ويوصل للاستمك بقى كان عمله عملة انصاص لأ اذا ما انت عندك مشكلة في الانصاص هندهولك على هاية طيب تالت حاجة بيقول لك خد الحذر لما تاخد الحديد بشكل حقن لازم تاخد بالك من من الجرعة اللي انت واخدها لان ده ممكن يزود يعمل بالحديد ويكون عندك حالة اسمها الحالة الهيموسيدريوزيز دي هتحصل لما الحديد يزيد عن حقيقة جسمك بشكل كبير تمام اه فهو هنا بيقول لك عندي حالة الهيموسيدريوزيز دي تانتج مع الناس اللي عندها مثلا ابلستيك اور هيموسيدريوزيز انيميا الشخص ده عنده الاربسيدريوز عملة تتكسر بكمية جبيرة فالهيموجلوبين اللي جواها عملة يتكسر اذا من الهيموجلوبين بيتكسر فهيطلع عندي حديد كتير فالحديد هيزيد عندي في الدم ولما الحديد يزيد في الدم هيبدأ انه يروح يترصف انسجة الجسم المختلفة او الشخص اللي هو عنده هيموسيدريوزيز كتير ديت او ابلستيك اناميا مفيش عنده ايه ايه كتير هيبدأ ايه نديله بلوت ترانسفيوشن ومع على مدارة بلوت ترانسفيوشن كل شوية نقل له دم ما نقل له دم كمية الحديد تعلى في جسمه فيحصل عنده ايه هيموسيدريوزيز تمام طيب تاني حاجة عنده جين الجين ده بيعمل بيزود عملية مصاصي الحديد جين بيزود عملية مصاصي الحديد فعلى مدار سنين تبدأ يحصل الحديد في الجسم بتاعنا ويروح يترقم في اسجة الجسم المختلفة ويعمل هيموسيدريوزيز او ممكن الشخص ده اصلا بيروح الصيدالية كل شوية ده انا عندي نقص الحديد ده انا تعبن ده انا همدن ده انا عندي انيميا ده انا مش عارف ايه ويبدأ يروح الصيدالية ياخد ايرون ديكستران وحقنة حقنة حديد مع مرور الوقت يبدأ الحديد يزيد في جسمه وهو مش حاسس فيعمل عنده هيموسيدريوزيز ويبوز نفسه ويعمل له مشاكل كبيرة جدا فبيقول لك كل التلات حالات سواء كان شخصا ايه بلاستيك اناميا او كان شخصا عنده جين هو اللي بيزود مصاصي الحديد او هو اصلا بياخد حديد من بره بكمية كبيرة بارنتالي كل الحالات دي ايه الايرون ما هيزيد ويترقم ويبدأ ان هو يروح يقعد في التشوز ففي الحالة دي هنقول عليه هيموسيدريوزيز اما بقى لو ايه ترقم الحديد ده كان معاه سيل دي جينيريشن وفيبروزيز وتلايف في الخلايا وموت في الخلايا في الحالة دي هنسمي هيموسيدريوزيز هيمو كروماتوزيز هيمو كروماتوزيز الصفات او المنفستيشن الشخص اللي هيبقى عنده هيموسيدريوزيز او الحديد هيزيد في جسمه ويترصف في انزيج الجسم المختلفة ايه هي المنفستيشن اللي هتجيله قال لك ممكن يجريك سؤال اتنين للهيموسدريوز هتقوم انت اقيل له الشخص ده هيبقى عنده برونز في الاسكين بتاعه يعني الاسكين بتاعه هيبقى لونه نحاسي لونه برونز تمام وكمان الحديد لما يروح يترصب فيه الليفر بتاعه يحصل عنده وتليف والبنكرياس هيحصل فيه بنكرياتك سيرروز ومعنى ان البنكرياس يحصل فيه سيرروز وتليف يعني الخلايا ماتت مش هتقوم بوظيفتها فبالتالي مش هتبقى قادرة انها تنتج انسولين فالانسولين مستوي قل والجلوكوز مش هيقدر ان هو يدخل الخلايا فيزيد مستوى في الدم عندنا والشخص ده هيدخل فيه ديابيتس ويدخل فيه سكر فسكر هنا هنسميه برونز ديابيتس اللي هو الديابيتس الناتج عن زيادة الحديد تمام والشخص ده هيبقى عنده لونها برونز طيب بعد كده هنتكلم عن انا مطلوب اخد قد ايه من الحديد في يومي قال لك مطلوب منك عشرة ميلي جرام كل يوم لو انت شخص قادل توسليه معادي لكن لو كان ست بتردع او الست تحت او او في ميل تحت سن الخمسين سنة قال لك هنزود الجرعة بتاعتها الخمستاشر ميلي جرام طيب بفرد بقى يعني هما اتنين في بعضها لها ولبنها هنزود الجرعة للضعف بدل ما كان خمستاشر لا هنخليها تلاتين ميلي جرام تمام كده يبقى دي عملية بعد كده هنتكلم على لو انا اه خدت كمية كبيرة من الحديد زي ده عن حاجتي الكمية اللي مش هيحصل لها متصاص دي احنا عرفنا من خمسة خمستاشر في المية بس اللي هيحصل لها متصاص الكمية الباقي اللي مش هيحصل لها متصاص دي هتروح فان قال لك هيحصل لها بتخرج برا الجسم يا اما عن طريق عن طريق وياما عن طريق عن طريق العرق يا اما عن طريقومي الملكي اول حاجة عن طريق وده كمية الاجبر قال لك ان كميات اه كبيرة جدا بتخرج عن طريق او اس وتول وكمية صغيرة ممكن تخرج عن طريق بعد عن طريق يعني عن طريق طيب وعن طريق اليورين والسويد كمية صغيرة جدا برضو اللي بتخرج عن طريق اليورين آآ بتبقى حوالي من نص الواحد ميلي جرام. ليه مش هيخرج كمية كبيرة عن طريق اليورين? قال لك علشان الحديد وهو ماشي في الدم بيبقى متشال على عربيات. وبيبقى ماسك في بلازمة بروتينزي وحاجات. فالترانسفرين ده حاجة مسلا هو ماسك مسلا في البلازمة ايرن تو ترانسفرين بيقولك ان انا عندي الترانسفرين ده هو مش بيقدر يعدي من الجيلوميرولاي بتاعة الكيلية فمش هيقدر يعدي فبالتالي آآ مش هنعرف ان احنا نخرجه عن طريق الكيلية فكمية كبيرة منها تخرج عن طريق الستول احسن طيب بعد كده احنا كده خلصنا الحديد عرفنا المصادر بتاعته عرفنا آآ امتصاصه من الديودينام وعرفنا ان الفرس هو اللي بيتم امتصاصه اما الفرق ده اللي انت بتاكله وبيتخزن وبيمشي في الدم بعد كده آآ خدنا حاجة سمعنا ميكوزة البلوكسيري وان انت سنة هي اللي بتتحكم في كمية الحديد اللي هيتم امتصاصها وبعد كده اخدنا آآ يكون عشرة لو انت شخص اضلت ميلي جرام ويزيد لخمستاشر ميلي جرام لو كانت ست تحت سنة الخمسين او بتردع آآ تزيد لتلاتين للضعف يعني لو كانت آآ ستة حامل وبعد كده اخدنا الاكسكريشن اما عن طريق الفيسز او اليوران والسويت او الملسترويشن والملك بعد كده هنتكلم عن الكوبر الكوبر عايزين نعرف فيه برضو المصدر بتاعه هاكله منين ازاي هيتم عملية امتصاصه ويوصل للدم وبعد ما وصل للدم هيمشي ازاي في الدم هل هيمسك في بروتينات ولا هيعمل ايه والكمية الزايدة اللي مش هيحصلها امتصاص هتخرج ازاي هيحصلها ازاي وانا مطلوب مني قد ايه من الكوبر والوظائب بتاعته ايه ولو حصل عندي مشكلة في كمية الكوبر اللي موجودة في الجسم لو زاد عن حد ويعمل ويلسون ديزيز ولو قال عن الحد هيعمل حاجة اسمها منكس سندروم طيب اول حاجة مصادر قال لك ان انا عندي الكوبر بلاقيه في جسمي متوزع بكمية كبيرة آآ قصدي بلاقيه متوزع بشكل كبير جدا في الاكل يعني معزم الاكلات هبصت تلاقي فيها كوبير سواء كبدة او كبدة او كلا او 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 اسمها اي سمك او courses او ligems اللي هي البقليات قال لك الكمية من الكوبر اللي بتبقى موجودة في الجسم وتتروح من مية لمية وخمسين اما الحديد لو كنت فاجت كان بيبقى موجود في الجسم اربعة جرام—اربعة جرام—اما الكوبر ميا ومية وخمسين ميلي جرام ميلي جرام طيبativeb اشان بقى عملية امتصاص الكوبر قال لك هيمتم امتصاص الكوبر مontin يعني من الديودن برضو قالك انت كانت حتة الكبدة فحتة الكبدة دي كان فيها كوبر. آآ لحد ما وصلت نزلت فضلت نزل حد ما وصلت اللستومك لما وصلت عندي اللستومك فضلت مكملة لحد الاول عشان يتم امتصاصها هناك اللي هي وعملت الامتصاص بتاعة الكوبر بتتطلب وجود بروتين. البروتين ده بيبقى موجود على البروتين ده اسمه يعني البروتين اللي هيمسك فيه المعدن او بنسميه المتالو صيونين المتالو صيونين بيقولك المتالو صيونين ده هو ده عبارة عن بروتين هيشده الكوبر من اللي هو داخل منه ويبدأ انه هو يعمل له امتصاص داخل الخلايا ويوصله للدم طيب افرد دلوقتي كان فيه شوية آآ شوية معادن آآ زي الزينك او الكادميوم بتنفسه مع الكوبر عشان يمسكه في البروتين ده يعني بمعنى اصح الاماكن اللي موجودة على البروتين ده مشغولة بـ آآ بعناصر تانية زي الزينك والكادميوم قالك كده الابزوربشان بتاع الكوبر هيقل اللي هو هيلحق مكان ويحصل له ابزوربشان ي эконом مش هيلحق مكان ومش هيحص له ابزوربشان فقدام في حد بينفسه على المتالو صيونين يبقى الابزوربشان بتاعه هيقل ومن اللي بينفسه الزينك والكادميوم بعد كده هلتكلم على البلاد الكوبر وقولنا انه هو يامى يكون موجود في البلازمة ميت مايكرو جرام كل ديسي لتري اما يكون موجود في في الاربسيز ميت مايكرو جرام لكل ميت جرام. ففي البلازمة بلاقي ماشي اه مش لوحده. لازم يكون ماسك في بلازمة بروتينز. وسبعين في المية من القوبر اللي موجود في جسمنا اه موجود في البلد بيكون ماسك في السريولو بلازمين والالفا توجلو بيولين بشكل فيرملي وبقوة. يبقى الكمية كبيرة بتمسك بقوة مع السريولو بلازمين والالفا توجل بيولين. اما الباقي التلاتين في المية من البلازمة كوبر بتكون مشكة في القلب يومين بشكل لوسلي او بشكل خفيف جدا. طيب ده اللي كان ماشي في البلازمة. ده اللي هيبقى موجود في من جوة هيبقى على هيئة ايه? قال لك الكوبر بيبقى موجود داخل وماسك في بروتين على هيئة ريسرو كوبرين. ريسرو يعني وكوبر يعني كوبر. وين يعني بروتين? يعني البروتين اللي ماسك في كوبر وموجود داخل الاربسيز. فالريسرو كوبرين ده هوت بيبقى موجود داخل الاربسيز. بيشتغل على هيئة سوبر اوكسايد ديسميوتيز انزيم. يعني ايه الكلام ده? يعني بيعمل فصل ديسميوتيز يعني بيفصل السوبر اوكسايد او المواد المؤكسدة من الخلية. يعني بيخرجة جوه الخلية. وده هيحمل خلية بتاعتي طبعا ان هي تتكسر. طيب. بعد كده هيكلمني عن الوظائب بتاعة الكوبر. وظائفة الكوبر تلاتة. ان هو هيموبيوسيز انتاج الهيم كومبوننت اللي عديد من الانزيم يساعدني في المتابلزم بتاع النيرفاستيشو. ناخدهم واحدة لحظة. اول حاجة الهيموبيوسيز. الهيموبيوسيز يعني عاملية انتاج الحديد. ازاي الكوبر هيساعدني في انتاج الحديد? اقول لك احنا كنا بنقول من شوية ان الكوبر ده بيكون حرام الالكترون بيحاول الاف اي موجب اتنين في الدم الاف اي موجب تلاتة عشان يتم نقلها على الترانسفرين وتروح لانسجة الجسم المختلفة. او انها او الحديد ده يدخل في تركيب مثلا هيموغلوبين. فدلوقتي لو ما فيش عندي الكوبر اللي هيحاول الاف اي موجب اتنين الاف اي موجب تلاتة هيبدأ الاف اي موجب تلاتة ده مش هيبقى موجود. فانا كده مش هكوين هيموجبين. فكده الخلايا بتاع قرات الدم الحمرة هتبدأ ان هي تكش وتكش وتكش وتصغل ما ما فيهاش هيموغلوبين. فهتبقى مايكرو سيتيك. وكمان آآ هيبقى لونها فاتح هايبو كروميك. فدي يحصل عندي هايبو كروميك مايكرو سيتيك انيميا. نتيجة نقص الحديد. فالشخص ده هيدخل في اي موجب اناميا. نتيجة ان الكوبر ما حولهوش للحالة اللي هيتكون بها الاموغلوبين. فدلوقتي مع الناس بيقى عندها مش هيتكون هموجلوبين. فيحصل عند تانية حالة اللي هي الاريستروكوبرين. الاريستروكوبرين بيقول لك ان احنا عندها الاريستروكوبرين ده بيقى موجود داخل الاربسيز. بيبقى بيشتغل على هيئة سوبر اكسايد انزايم. اللي هو بيعمل ايه? بيعمل يعني بيفصل او بيخرج او بيصرف السوبر اكسايد ايون. اللي هو اه حاجة مسلا زي الحاجات دي كلها بتنتج اه مثلا اثناء الايروبك متابلزمي بتاع الخلية. يعني الخلية هي بتتنفس بتطلع مواد مؤكسدة. مواد مؤكسدة دي ضرة. ممكن تكسر الخلية وتموتها. بيكون موجود جوه كرات الدم الحامرة حاجة اسمها ريستروكوبرين. بيخرج المواد الدرة ديت عشان يحمي الخلية. فبيقولك لو في عندي كوبر ديفيشانسي او في عندي نقص في الكوبر. الخلية بتاع كرات الدم الحامرة دي المواد المؤكسدة هتكسرها والشخص ده هيدخل عندي في هيموليتك اناميا. يبقى الشخص اللي عنده نقصف الكوبر. يقيم ما يدخل في ايرون فشانسي انيميا يقيم ما يدخل في هيموليتك انيميا. طيب. ثاني بقى مفهوم معنا اللي هو اتاني فانكشن للكوبر انه هي كومبوننت اللي العديد من الانزيم. ايه هي الانزيم زي دي. بيقولك عندي انزيم زي السيتو كروم اوكسايديز. قالك السيتو كروم اوكسايديز ده كان بيبقى موجودة على النايتو كونديريا وبيدخل فيه في عشان انتج اي تي بي. اه تاني حاجة ده كان موجود عشان اخرج المواد المواكسدة وبخليها اكسر اقل ضررا. تمام? ان هي اصلا بتموت الخلايا. فلو دهوت موجود في كرات الدم الحمرة بقول عليه لو موجود في الكبت بقول عليه هبات وكبرين. لما موجود فيه الدماغ بقول عليه طيب قالك كمان وبيدخل في تركيب التيروزينيز. التيروزينيز دهوت بيكون عندي الميلانين اللي مسؤولة عن الصبخة بتاع الجسمي. فلو الكبر مش موجود مش هتكون التيروزينيز والشخص ده هيبقى لونه باهت وفاتح. كمان بيدخل فيه ده عبارة عن انزيم مسؤولة عن انتاج انتاج مواد بروتينية زي الكولوجين والالاستين. واحنا قلنا تفكرني بالالاستين. فبالتالي هيتكونوا ويحصل لهم ويساعدوني في تكوين العزام. كمان الدوبامين بيتا هيدروكسيليز. قالك ان الكبر بيساعد في تكوين الابنفرين من الدوبامين. هيدروكسيليز. لما انا بحط على الدوبامين بيتحول الى ابنفرين او ادرينيز. الادرينيز ده عبارة عن احد النواقل العصبية. تمام? فانت عارفها كمعلومة كده اصلا نسا هتاخدها في السي ان اس بعدين. ان الكبر هيدخل فيه تركيب الدوبامين بيتا هيدروكسيليز. وهيكون من خلاله الابنفرين او الادرينيز. بعد كده بيدخل في تكوين الديساتيوريز. والانزام الديساتيوريز ده بيحول الستياريك اسد الى اوليك اسد. يعني بيحول الدهون المشبعة الى دهون غير مشبعة. هو ديساتيوريز يعني بيزيل. دي يعني ازالة الساتيوريز. يعني ازالة التشبع. طيب. بعد كده طالت وظيفة معانا اللي هي الميتابوليزم بتاع النيرفاستيشو. اللي هو بيدخل في الميتابوليزم بتاع النيرفاستيشو. والكوبر بيساعد بيساعد الخلية العصبية انها تقوم بوظيفتها. عن طريق انه هو بيدخل في تركيب حاجات مهمة مسؤولة عن تكوين الميلين شيس اللي بيغلب في الخلية العصبية. وبيساعد على نقل الاشارات العصبية. الحاجات دي عبارة عن ايه? قالك حاجة زي السريبرو كوبرين. او حاجة زي الدوبامين بيتا هيدروكسيليز. او حاجة زي السيتو كروم اوكسيديز. كل ده تلات مكاورات دول بيساعدوا في الميتابوليزم الداخل الخلية العصبية. وبيساعدوها تكون الميلين شيس اللي حواليها. ويساعدوها تقدي وظيفتها. فله عندي ايرون ديفيشانسي. الشخص ايه قصدي كوبر ديفيشانسي. هو الشخص ده عنده نقص في الكوبر. هيبدأ يحصل عنده في تكوين الميلين شيس. يحصل عنده في تكوين ايه? الميلين شيس اللي حواليه الخلية العصبية. بعد كده نشوفه الابنورمالتز اللي ممكن تحصل اثناء الكبرموتابوليزم. قل لك عندي المشاكل يا اما تكون نقص في ا آآ نقص في الاكسكريشن. يا اما تكون نقص في لابزوربشن. يا اما يحصل عندي نقص في مع الويلسون ديزيز او نقص في مع قال لك ان احنا عندنا الام بتجي الاول قبل الو في الحروف يعني حسب ترتيب الحروف. الو في الاخر اما الام في الاول. فالام تيجي مع حرف الاي. الام مع حرف الاي. يبقى الام بتنتج نتيجة نقص الابزوربشان الاي. اما الو بقى مع نقص الاكسكريشن. قال لك دلوقتي هنتكلم عن الولسون ديزيز. قال لك في حالة الولسون ديزيز الشخص ده بيبقى عنده نقص في الاكسكريشن. يعني الكوبر مش بيخرج مش بيخرج. فبالتالي بيترقم جوه الجسم وبيفضل يزيد جوه الجسم ويترصب في انسجة الجسم المختلفة. فمسلا هنا عندك في القرانية اترصب حوالين الكورنية وعمل عندي الرنج. الرنج دي او بتكون عبارة عن بيجمينتيشن لونها دهبي او جرين او اخضر. بنسمي الرنج دي او ممكن يروح يترصب عندك في ويعمل او ممكن نتيجة ترصيب اللي هو الكوبر دهوت في انسجة الجسم المختلفة ونقصه في البلازمة. نقصه في البلازمة. فبالتالي الحديد مش هيقدر انه يكون الهيموجلوبين. ولا ايه فيحصل الشخص ده ايه? مشاكل هيحصل عنده اناميا. او ممكن برضو بسم الله احمد الرحيم. الكوبر ده عمال يترصب في انسجة الجسم المختلفة. فهو بيكون كميته قليلة في البلازمة وكورات الدم الحامرة. فدلوقتي مش هيبقى عندي الاريستروكوبرين. الاريستروكوبرين ده كان بيبقى عبارة بيشير المواد ده اللي بتكسر خلالها كورات الدم الحامرة. فدلوقتي هي مش موجودة. فيحصل تكسير الكورات الدم الحامرة. وشخص ده برضو يدخل في هيموليتك اناميا. برضو هيحصل للقوبر في الكدنيو في البرين وفي الاربسيز. وهيحصل برضو وهيحصل لما يحصل في البرين. مسلا تحديدا في البيزا الجنجليا. هيحصل مشاكل في الاعصاب. الشخص ده هيبقى عنده مسلا تشنجات. هيبقى عنده ممكن يدخل في حالة صرع والحوارات ديت. تمام? طيب بعد كده. آآ بيقول لك آآ ان احنا عندنا الكوبر والسيريو بلازمين في البلازمة. قال لك هيبقى فيه عندك الكوبر والسيريو بلازمين قليلين في البلازمة وزايدين في التجز. طبعا فاحنا بننصح الاشخاص اللي عندهم ان هما ياخدوا حاجة اسمها البنيسيلمين. البنيسيلمين دهوت بيكون آآ دواء بيبدأ ان هو يشد الكوبر من انسجة الجسم المختلفة ويترده برا عن طريق الكلية. عن طريق اليورين. ودي الحالة الوحيدة اللي بيخرج فيها الكوبر عن طريق اليورون او البول. طيب بيقول لك دي معلومة في الاول اللي سينا نقولها ان هو اوتوزوم الريسيزيز. الاتنين سواء ويلسون او منكس. يعني جين متناحي. لازم تورسه من كلا الاباوين عشان يظهر عليك. تمام? طيب. والجين دوت جين متناحي بيتصب ان هو بيقلل وبيقلل الخروج بتاع الكوبر بواسطة الليفر. فيبدأ ان هو يترصب فيه الليفر. والكيدني والبراين. وهكذا. طيب. بعد كده ندخل على الحالة اسمها المينكس ديزيز. ودي بيحصل فيها نقص في الابزوربشن. الام كنت بتيجي قبل قبل الدابيو. فكنا بنقول الام مع الايه? مع نقص الابزوربشن. دلوقتي انا مش بمتص كمية كافية من الكوبر. ففي التالي عندي نقص في الكوبر. طيب المينكس سندروم او المينكس ديزيز دي بتكون مرض جيني برضو مرض وراسي. برضو جين بيكون جين متناحي موجود على الكوروموزوم اكس. اه الجين ده هو بيتصب بان هو بيقلل امصاص الكوبر من الامعاء. تمام? فبيقدي الى كوبر ديفيشنسي. دلوقتي اللي عندي الكوبر قليل في جسمي. فالشخص ده هيبقى طول الوقت توستد. هيبقى عنده تشنجات. نتيجة ان ما فيش مالين شيس هيتكون. كمان الشعره هيبقى لونه باهت. نتيجة ان مش هيبقى فيه التيروزينيز اللي بيكون المينانين. فبالتالي هيبقى شعره شعره باهت وضعيف. وكمان هيبقى وشه مبيده باهتان. هيبقى عنده في بتاعه. وهيبقى طول الوقت في اللي هو هيبقى على طول عنده تشنجات ومشاكل في الاعصاب نتيجة نقص الكوبر فانا مش هكون كده المايرين شيس بتاع الاعصاب. تمام? قالك هيبقى فيه عندي بتاع الكوبر والسيرو يبلازمين في البلازمة. ايه انا هيبقى عندي نقص كبير في الحديد. وهيبقى قليل في التشو كمان. هيبقى قليل في التشو وقليل في البلازمة. اما في الويلسون لأ كان بيبقى قليل في البلازمة بس كان بيبقى عالي في التشو. كان بيبقى يحصل في التشو. طيب. بعد كده هنشوف بتاعة الكوبر. الكوبر بيكون موجود بنحتاجه بحوالي اتنين ونصف ميلي جرام في اليوم. اتنين ونصف ميلي جرام في اليوم. اما لو انت كنت شخصي قاضل كنت بتحتاج كم الايرن كنا بنحتاج عشرة ميلي جرام. طيب بعد كده اتكلمنا على بتاع الكوبر بيخرج بشكل اساسي من الفيسيس. ممكن يخرج عن طريق البايل. بس مش بيخرج عن طريق اليورين. مش بيخرج عن طريق الكلا. لان هو طول الوقت وهو ماشي في البلازمة. لازم يكون متشغل على بلازمة بروتينز. تمام? زي السوريوبلازمين والجلوبيلين واللي هي عبارة عن الالبيومين. تمام كده? طيب. اه الا قلنا في حالة هو ده اللي كان بيخرج عن طريق اليورين لما ندي له علاج البنسلمين. طيب بعد كده هنتكلم على الزنك. قلنا عندنا في الزنك ان هو اه هنقعرف فيه تلات حاجات. اول حاجة بيساعد على تغزين الانسولين في خلايا البنكرياس. قلنا الزنك فيها والانسولين بدايتها تاني حاجة قلنا اللي هو مهم جدا في تنظيم مستوى الفيتامين اي في جسمنا. فبيروح يشت الفيتامين اي من المخازم بتاعته في حالة نقصه. يبقى الزنك مرتبط مع فيتامين اي لكن هناخد بعد كده السيلينيوم مرتبط بفيتامين اي والسيلينيوم فيها اي? يبقى مرتبطة فيتامين اي. فنعرف ان الفيتامين اي مع الزنك. بعد كده قلنا ان الزنك ده هو بيكون معدن مهم جدا او عنصر مهم جدا في تركيب العديد من الانزيمز. وسكمناها في ايه? فكر البنت سيلين اللي كان في الاول بتزن? اه. اه. قالك ان البنت سيلين ده هي راحت رجبة القار اللي هي العربية وشربت العديد منها الالكوحول. فاول حاجة سيلين تفكرني بسايمدين. سيلين تفكرني بسايمدين. تمام? بعد كده اه اللي هي راحت رجبة العربية القار الكاربوكسي بيبتايداز. وشربت بولي العديد يعني ان هي بوليميريز او ان اي بوليميريز ودي ان اي بوليميريز. من الالكوحول يبال الالكوحول دي هيدروجينيز. تمام? طيب بعد كده اتكلمنا على الايوضايد. وقلنا ان احنا عندنا الايوضايد ده نعرف فيه ان هو مسؤول عن تكوين السيرويت هرمونز. اللي هي هرمونات الغدة الدراقية. بعد كده هنتكلم على الفولورايد. الفولورايد ده ايه عايزين نعرف عنه حاجتين. وهو مكون اساسي له الفولورابيتيت. الفولورابيتيت ده عبارة عن مادة بتمنع تراكم البكتيريا او الالتهابات في الجسم. فمسلا عندك حاجة زي اللي بتاكل حاجة في مسلا بكتيريا او حاجة بتاكل في العظم وبتعمل عندي هشاشة في العظام. فده هتمنعها. فاتخلي العظام كمان على السنان بتكون طبقة حولين السنان كده. بتمنع اي بكتيريا تعمل عندي تسوس اه في السناس. فبتخلي قالك كمان ان انت لو خدت فولورايد بكمية كبيرة جدا عن حاجة جسمك. اه فده هتكون التوكسك. فده هيكون توكسك لك. وليه قالك الكمية كبيرة هتكون توكسك عشان بتروح تعمل العديد من الانزيمز المهمة جدا زي الانوليز. الانوليز ده كان عبارة عن انزيم مهم جدا في عملية الجلايكولزز. عملية الجلايكولزز ده انت مش هتعرف تعيش من غيرها. فممكن يموتك. فعلشان كده قلنا ان من الفولورايد بتكون توكسك. طيب بعد كده كلامنا عن الكوبلت. وقلنا الكوبلت ده بيكون مهم جدا. آآ بي عشان نكون الفيتامين بي تناشر. قالك عشان تنتج فيتامين بي تناشر آآ لازم يكون عندك الكوبلت. والكوبلت فيها بي. وفي فيتامين بي تناشر فيها بي. تمام كده? طيب. بعد كده اخر واحد اللي هو السينينيوم. قلنا ان احنا عندنا في السينينيوم. ده عبارة عن انزيم اسمه والجلوتاسيون بروكسيديز. والجلوتاسيون بروكسيديز دهو كان عبارة عن احد الانزيمات اللي هي بتضرد اي مادة مؤكسدة جوه الخلية. فبيقولك الجلوتاسيون بروكسيديز بيحفز تكسير الهايدروجين بروكسيد. والفاتي اسد هيدرو بروكسايد. يعني بيكسر المواد اللي بتأكسد وبتضر الخلية. تمام? فبالتالي السينينيوم ده عشان بيكون مكون مهم من ضمن الانزيم ده. فبالتالي هو كمان بيحمي الخلايا من الاكسيدف دامج. بيحميها من انها تتدمر بواسطة اي اكسيدف ايجنت. زي مسلا هيدروجين بروكسايد دي مادة مؤكسدة عايزة تدور الخلية وتكسرها وتبهدلها وتموتها. لأ. دي ام الجلوتاسيون بروكسيديز اللي موجود في السينينيوم دهوة يحميها ويترده ويكسره هو بدل ما هو اللي يكسر الخلية. لأ الجلوتاسيون هو اللي يكسره. طيب. قالك فده بيديها خاصية ان السينينيوم دهوة يكون يعني ايه يعني يكون مضاد للاكسادة. حاجة مسلا قالك كمان ان هو بيساعد الفيتامين اي ان هو يدي برضو. قالك ان انا عندي الفيتامين اي السينينيوم بيكون مكون اساسي او بينظم الفيتامين اي. السينينيوم بينظم الفيتامين اي. تمام? فلو في مواد مؤكسدة عندك في جسمك بيحفز تكوين بيحفز خروج الفيتامين اي من المخاسم بتاعته عشان تهاجم المواد المؤكسدة. فالفيتامين اي هو كمان. فبالتالي اه احنا كده خلصنا المحاضرة بتاعتنا اه اتكلمنا فيها عن سبع عناصر مهمة بيكونوا بنحتاجهم في جسمنا بكمية الميليجرامات. اه عندنا هم الحديد. وبعد كده اتكلمنا على الكوبر. اه ده اللي اتكلمنا عنه بالتفصيل. وبعد كده اتكلمنا عن الزينك بقى والكوبلت والفلورايد والايودايد والسينينيوم. اه احنا كده خلصنا. لما اني استوضعك ما قرأت وما حافظت فردوه عندي حاجاتي اليه انك على كل شيء قدير. وحسبنا الله ونعمى الوكيل. مبسوطة جدا ان انت وصلتوا لحد هنا. وربنا يوفقكم في امتحانكم ويعانكم يا رب وينوالكم